بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ الدكتور هيثم ابن محمد صرحان حفظه الله يقدمها لكم عمر البساطي نقدم لكم كتاب المنحة الإلهية بتهذيب شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بناصر السعدي رحيمه الله مقدمة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم احتوت المقدمة على ثلاثة أمور واحد البسملة وحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي عادة المصنفين من أهل العلم اثنان بيان ما تميزت به منظومة القواعد الفقهية وما قصد إليه في شرحه عليها ثلاثة دعاء الله عز وجل له وللقارئ بالنفع وأن يجعل عمله خالصا لوجهه مما تميزت به هذه المنظومة واحد اجتمالها على أمهات قواعد الدين اثنان قلة ألفاظها وسهولة عباراتها ثلاثة كثرة معاليها لمن تأملها أربع اجتهار مؤلفها بالعلم والفقه خمسة عناية العلماء بها حفظا وشرحا ومما تميز به شرح المصنف رهمة الله عليها واحد توضيح ألفاظ القواعد وكشف معاليها اثنان التمثيل للقواعد بما يتبين به للطالب ما وراءها ثلاثة سهولة عبارته ولطافته مقدمة النوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القورشي الخاتمي وآله وصحبه الأبراري الحائزي مراتب الفخاري اعلم هديت أن أفضل المنى العلم يزيل الشك عنك ودر ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر قوله الحمد لله العلي الأرفاق وجامع الأشياء والمفرق حمد الله تعالى هو الثناء عليه بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع هكمته يحمد العلماء الله في أول الكتاب لأنه أنزلهم منزلة العلماء لأنه أنزلهم منزلة العلماء واقتداء بالكتاب والسنة والسلف الصالح وفي آخر الكتاب لأنه أتم عليهم النعمة بإتمام الكتاب ولأن النعمة ابتلاء يحتاج إلى شكره الله تعالى محمود لأتم الحمل على كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله في أسمائه فليس في أسمائه اسم مذموم بل كلها أسماء حسنى وفي صفاته فليس في صفاته صفة نقص وعيب بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه وفي أفعاله فهو تعالى جميل الأفعال لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان ذكر رحمه الله في هذا البيت من أسماء الله عز وجل اسمه الله وهو المألوف والمعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع الإبادة ولا يشرك به شيء لكمال حمده اثنان العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ثلاثة الأرفق الرفق في أفعاله فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة لما أشار رحمه الله إلى حكمة الله تعالى بين العلاقة بينها وبين قدرته سبحانه كل صفة لها أثر في الخلق لا تنافي بين الحكمة والقدرة من الحكمة العدل وعدم الظلم والتفضل على الخلق ومن صفاته تعالى أنه جمع الأشياء وفرقها مثال ذلك أنه جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبه وغير ذلك من الصفات وكل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضع الأشياء مواضعها اللائقة بها فمن أمثلة التفريق بين القدرة والحكمة واحد خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة اثنان وخلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار ثلاثة وإبقاء الضالين على ضلالتهم مع قدرته على هدايتهم لاقتضاء حكمته دعالك عدلا منه تعالى ليس ظلم فيعطاء الإيمان والهدى معد فضله فإذا منعه أحدا لم يعد ظالم فمن فهم هذا الأصل العظيم حلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به انتهى قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة في هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين ولا سيما الآدمي فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات والأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة ولا يمكن تعداد نعمه قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ويكون شكر نعمة الله بأربعة أمور واحد بالاعتراف بها اثنان والتحدث بها ثلاثة وصرفها في طاعة الله أربعة وأن لا يستعان بشيء منها على معاصيه وفيه بيان أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مجتملة على غاية الحكمة فمن نظر في الكون وعجائبه سمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة ومن نظر في كل عضو من أعضاء الإنسان نفسه علم أنه لا يصلح في غير محله انت قوله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ففيها حصول الخير والسلام فيه دفع الشر والآفات دع المؤلف بالصلاة والسلام على واحد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ومعنى الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده وعلى آله وآله هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة فيدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى صحبه وهذا من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم انتعا قال رحمه الله اعلمه ديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ذكر المؤلف أعظم منن الله تعالى على عبده وهي العلم علامة نفعه أنه يزيل عن القلب مرضين عظيمين الشبهات التي تولث الشك والشهوات التي تولث درن القلب وقسوته وتثبت البذن عن الطاعات ويجلب للعبد شيئين اليقين الذي هو ضد الشكوك والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة التي هو ضد للشهوات فكلما ازداد العبد من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين وبهما تنال الإمامة في الدين قال تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون درجات اليقين واحد علم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار اثنان عين اليقين إذا ورد الناس يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول حق اليقين إذا دخلوها حاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح وأن الجهل شجرة تثمر كل قول خبيث وعمل خبيث ينبغي للإنسان مع العلم أن يتصف في تحصيله بثلاثة بالحرص التام والاجتهاد الكامل وإدامة الاستعانة بالله وأن يبدأ بالأهم فالأهم منه ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقة وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسير العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامعة المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحية أنواع القواعد الفقهية القواعد العامة والقواعد الخاصة واحد القواعد العامة هي القواعد الفقهية الكبرى وهي القواعد المجتملة على مسائل كثيرة ومن أبواب متعددة وهي خمسة قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال وقاعدة العادة محكمة أما القواعد الخاصة فهي القواعد المجتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه ومن أمثلتها كل ما قطع من حي فو كميتته كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم كل مكروه في الصلاة يفوت فضيلتها ونضم بعض الشافعية القواعد الفقهية الخمسة القبرى فقال خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرة ضرر يزال عادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجور الباب الأول قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل قاعدة النية الأمور بمقاصدها واحد أهميتها هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها اثنان محلها تدخل في جميع أبواب العلم ثلاثة دليلها قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه النية بها صلاح الأعمال وفسادها فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال ولا بد لصحة العمل من نيتين واحد التمييز نية نفس العمل ولها مرتبتان ألف تمييز العبادة عن العادة مثالها الصوم ترك الطعام والشراب ونحوهما فتارة يتركه الإنسان عادة من غير نية من غير نية التقرب إلى الله وتارة يكون عبادة با تمييز العبادات بعضها عن بعض مثالها الصلاة فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وطر وبعضها سنن مطلقة اثنان الإخلاص نية المعمول له وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره وهو قدر زائد على مجرد نية العمل من أمثلة هذه القاعدة واحد العبادات كلها مثل الصلاة والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمر فرض الكل ونفله وكذا الأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعدق والتدبير اثنان سائر المباحات إذا نوى العبد بها ألف التقوي على طاعة الله با أو التوصل إليها مثل الأكل والشرب والنوم واكتساب المال ومثل النكاح والوطء فيه إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة تنبيه يخاطب العبد بأمر مقصود فعله فلابد فيه من النية وهي شرط في صحته وحصول الثواب به مثاله الصلاة ونحوها وتركه وفيه تفصيل ألف لا يشترط النية لبراءة الذمة فا وتشترط نية التقرب إلى الله لحصول الثواب مثاله إزالة النجاسة في الثوم والبدن والبقعة وكذلك أداء الديون الواجبة مما يندرج تحت القاعدة واحد لا تصح العبادة إلا بالنية اثنان لا قصد إلا لمكلف ثلاثة الوسائل بالمقاصد أربعة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد خمسة لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق الباب الثاني قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين كله مبني على واحد تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف وعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وهو مجتمل على صلاح القلوب وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد اثنان دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة فما نهى الله عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف وعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته والشرك فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة فكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن فوائدها واحد انشراح الصدر ونوره اثنان وزوال همومه وغمومه ثلاثة ونور الوجه أربعة ونشاط البدن وخفته خمسة والمحبة في قلوب المؤمنين ستة وسعة الرزق سبعة وعظيم ثواب الله عز وجل ثمانية وحصول رضاه عز وجل تسعة وزوال سخطه كما أن في الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان عشرة زكاة النفس وتطهيرها أحد عشر وزوال الوسخ والدرن عنها الثاني عشر ودفع حاجة أخيه المسلم الثالث عشر وزيادة بركة ماله ونماؤه وشرع الله لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع لما في الاختلاط من فوائد أمثلة الصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع ومن فوائد الاختلاط فيها أنه يوجب واحد التواد والتواصل اثنان وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ثلاثة ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير أربعة وحصول التنافس في الخيرات خمسة واقتداء بعضهم ببعض ستة وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض سبعة وحصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد وأما في باب المعاملات فقد أباح سبحانه البيع والعقود المباحة والطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها ومن مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها وحرم سبحانه الربا وسائر العقود الفاسدة والخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها والخبث والمضارة عاجلا وعجلا تنبيه تحريم الله عز وجل لما حرمه فيه حماية لعباده وصيانة لهم وليس بخلا عليهم بل رحمة منه بهم فكما أن عطاءه عز وجل رحمة فمنعه كذلك رحمة وفي الجملة أوامر رب عز وجل قوت القلوب وغذاؤها ونواهي هداء القلوب وسمومها قال ابن القيم رحمه الله وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأن ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده ما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين انت قال رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح إذا دار الأمر بين فعل أحد المصلحتين وتفويت الأخرى ولم يمكن الجمع روعي أكبر المصلحتين وأعلى هوا ففعلت واحد فإن كانت أهدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة اثنان وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما ثلاثة وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما أمثلة الأول إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع وكذا إذا ضاق الوقت اثنان لا يجوز نفل الصيام والحج والعمر وعليه فرض بل يقدم الفرض أمثلة الثاني واحد يقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها اثنان النفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب ثلاثة وكذا صدقة الفطر أمثلة الثالث واحد تقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلقة اثنان يقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوهما ثلاثة وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها الأسباب التي تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل واحد أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن مثالها الأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها والأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن مع أن القراءة أفضل من الذكر اثنان أن يكون العمل المفضول مجتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل مثالها حصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل ثلاثة أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل مثالها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك ففعل قال رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد تنقسم الأعمال إلى مواحد مفسدة وهي قسمان محرمات ومكروهات اثنان ومصلحة وهي قسمان واجبات ومستحبات قاعدة تزاحم المفاسد إذا تزاحمت المفاسد واضطر الإنسان إلى فعل إحداها فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصورة ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلامها واحد فإن كانت إحدى المفسدتين محرمة والأخرى مكروهة قدم المكروه مثال يقدم الأكل المشتبه على الحرام الخالص اثنان وإن كانت المفسدتان محرمتين قدم أخفهما تحريما ثلاثة وإن كانتا مكروهتين قدم أهونهما تنبيه مراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا مما يندرج تحت القاعدة واحد الضرر يزال اثنان لا ضرر ولا ضرار ثلاثة الضرر يدفع بقدر الإمكان أربعة الضرر لا يزال بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر خمسة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف أو يختار أهون الشرين أو أخف الضررين أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفيمة أو إذا اجتمع ضرران يسقط الأصغر للأكبر ستة ستة يحتمل يتحمل ضرر خاص لدفع ضرر عام سبعة درء المفاسد أولى من جلب المصالح الباب الثالث قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير الشرع مبناء على الرأفة والرحمة والتسهيل قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الأمور نوعان واحد لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به اثنان يطيقه العباد واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فيقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله مما يدخل في هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير واحد العبادات كالتيمم عند مشقة استعمار الماء والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين وأعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة اثنان والمعاملات ثلاثة والمناكحات أربعة والجنايات ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين وتنقسم المشقة إلى قسمين واحد لا تنفك عنها العبادة غالبا ليس فيها تخفيف كمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار اثنان تنفك عنها العبادة غالبا فيها تخفيف بحسب الحال كالخوف من الاغتسال للجنابة لشدة البرد هل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق كلفنا الله بأقل مما نطيق ومع هذا التخفيف جاءت الشريعة بالرخص وقسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى سبعة أهواع رخصة الإسقاط مثل إسقاط العبادات عند وجود أعذارها كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفس اثنان رخصة التنقيص أي الإنقاص من العبادة لوجود العذر كالقصر في السفر ثلاثة رخصة الإبدال أي إبدال عبادة بعبادة كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرات على استعماله أربعة رخصة التقديم كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر خمسة رخصة التأخير كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء ستة رخصة للضرار كأكل الميتة عند خشية الموت جوعا سبعة رخصة التغيير كتغيير نظم الصلاة للخوف بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة واحد إذا ضاق الأمر اتسع اثنان إذا اتسع الأمر ضاق الباب الرابع قال رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار أتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما أن الله عز وجل فرض على عباده فرائض ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى وحرم عليهم محرمات حماية لهم وصيانة ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة والله تعالى جعل في المباح فسحة عن المحرم قال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة لا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي مثال يأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة واحد الضرورات تبيح المحظورات اثنان ما جاز لعذر بطل بزواله ثلاثة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها أو الضرورات تقدر بقدرها أربع الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة خمسة الاضطرار لا يبطل حق الغير ستة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل الباب الخامس قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا فالأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا أمثلة لو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا للتحريم اثنان هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للتحريم نكاح ثلاث الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمية بنا على اليقين في كل هذه الصور ولا تقتص هذه القاعدة بالفقه بل واحد الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق اثنان الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك ثلاثة الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة أربعة الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم خمسة الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص ستة الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب فيه بالدليل فإنه مستاند للاستصحاب كما أن المدعى عليه في باب الدعاوة لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار قوله بيمينه بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة واحد اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال أو لا يرفع اثنان الأصل بقاء ما كان على ما كان ثلاثة الأصل براءة الذمة أربعة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه خمسة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته أو الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ستة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين أو الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين سبعة الأصل العدم أو الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل يحتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها فقلت والأصل في مياهن الطهارة والأرض والثياب والحجارة في هذا بيان أن المياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والحجارة والرمال والأشجار والسباق والمعادن وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها قال رحمه الله والأصل في الأفضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هداك الله ما يمل هذا استثناء مما سبق فالأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل الأصل التحريم في الأفضاع والأفضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل إما بنكاع صحيح أو ملك يمين اثنان اللحوم فالأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل فإذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرب غلم التحريم غلم التحريم مثاله واحد لو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوق الماء أو واطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل المذبوح والمصيد والأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباح إلا بحقه فإذا زال الأصل حل قتله وزوال الأصل إما بردة المسلم أو زن المحصن أو قتل النفس أو نقض العهد إذا جن الإنسان جناية توجب قطع عضو أو عقوبة أو مالا حل معه بقدر ما يقابل تلك الجناية مثاله إذا قطع عضوا أو سرق ونحوه أو استدان وامتنع من الوفاء فيأخذ من ماله بقدر ذلك الحق سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة واحد الأصل في الأشياء الإباحة اثنان الأصل في الأفضاع التحريم ثلاثة الأصل في الذبائح التحريم أربعة الأصل في النفس والمال للمعصوم التحريم قال رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هذان أصلا ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله بنى عليهما مذهبه واحد الأصل في العبادات الإباحة ويمعتاده الناس من المآكر والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة اثنان الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله فالله خلق الخلق لعبادته وبيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له واحد الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه إما بنص صريح بدخوله في العموم أو قياس صحيح والدليل على حلها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اثنان الأصل في العبادات الحظر وقد بيّن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة واحد الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الحل اثنان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه الباب السادس قال رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الوسائل تعطى أحكام المقاصد فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك با وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وما يتعلق بالخلق من الحقوق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه إثنان وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه كالف الوسيلة إلى المحرم محرمة كالشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر مثل الحالف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رطبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها والوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما فالوسائل إليها محرمة باء والوسيلة إلى المكروه مكروها وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ولعلها يدخل فيها ربع الدين الأشياء ثلاثة واحد مقاصد كالصلاة وهي الأصل في الأحكام اثنان ووسائل كالوضوء والمشي والوسائل تعطى أحكام المقاصد ثلاثة ومتممات لها فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها مثالها الرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع مما يستفاد من هذه القاعدة أن الغاية لا تبرر الوسيلة وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس الباب السابع قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل من كمار جود الله عز وجل وكرمه ورحمته بعباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواه يجتنبونها عفى عنهم وسامحهم عما صدر منهم من إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأا أو إكراها لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن مهجة وصحاحه الحاكم وابن حبان قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين والأظهر أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر وفرق بين الخطأ والنسيان أما الخطأ فهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلمه وأما النسيان بأن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه والمكره على الفعل نوعا واحد الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع من أمثلته من حمل كرها وأدخل إلى مكان حالف على الامتناع من دخوله أو ضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع وأضجعت امرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع فحكمه لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل وحقيقته من وجهين هذا الفعل متعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل من هذا الوجه لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو غير مختار من هذا الوجه وحكمه اختلف الناس هل هو مكلف أم لا تفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله وأما الإكراه على الأقوال فمعفو عنها لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها فرق بين الإذن فهو مرفوع عن هؤلاء الثلاثة لأنه مرتب على المقاصد والضمان إذا أتلف المكره نفسا أو مالا فيضمن لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء انقصد أم لم يقصده الباب الثامن قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع لفظ القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد فلها حكم إذا انفردت وفي حال التبع لغيرها ولها حكم إذا تبعت غيرها من أمثلة ذلك البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان ومختفى تبعا لما ظهر اثنان الحشرات لا يجوز أكلها منفردة ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها والنحل في ذبابه ثلاثة الطلاق لا يثبت بشهادة النساء إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها فسخا لكاحو تبعا لقبول قولها في الرضاع مما يندرج تحت هذه القاعدة واحد يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا اثنان يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع ثلاثة يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا أربعة يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا الباب التاسع قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد لفظ القاعدة العادة محكمة أي معمول بها فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا واحد فإما أن ينص على حده وتفسيره اثنان وإلا رجع إلى العرف الجاري ومن أمثلته قوله تعالى وعاشضوهن بالمعروف بر الوالدين صلة الأرحام فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك لفظ القبض في البيوع ولفظ الحرز في السرقة وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس ويدخل فيها واحد إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته اثنان تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك والمسامحة مثل التروح بمروحات غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه مما يندرج تحت هذه القاعدة واحد لا يجوز ترك النص للعمل بالعادة أو العرف اثنان العبرة للغالب الشائع لا للنادر ثلاثة إنما تعتبر العادة إذا طاردت أو غلبت الباب العاشر قال رحيمه الله معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسرار مع حرمانه لفظ القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه يعوقب بهرمانه وهذا عام في واحد أحكام الدنيا مثل ألف إذا قتل مورثه من أوصى له بشيء العبد المدبر سيده فإنه يحرم الميراث والوصية والعطف باء المطلق في مرض موته فإن زوجته تارث منه ولو خرجت من العدة إثنان وأحكام الآخرة مثل ألف من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الآخرة باء ومن شارب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فائدة من ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله ألف إيمانا في قلبه باء وسعة وانشراحا وبركة في رزقه جيم وصحة في بدنه دال مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه مما يندرج تحت هذه القاعدة واحد المعاملة بنقيض المقصود الفاسد اثنان المعارضة بنقيض المقصود ثلاث من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه أربعة من استعجل ما أخره الشرع يجاز برده الباب الحادي عشر قال رحمه الله وإن أتت تحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل هل النهي يقتضي الفساد العبادات الواقعة على الوجه المحرم منها واحد ما يكون باطلا إن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها من أمثلته الصلاة في وقت النهي أو وهو مستثبر القبلة أو وعليه نجاسة يعلمها أو وهو محدث أو لم ينوي أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها ومن أمثلته صوم أيام النهي اثنان ما يكون صحيحا مع التحريم إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها من أمثلته الوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو صلى عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال الباب الثاني عشر ومتلف مؤذيه ليس يضبن بعد الدفاع بالتي هي أحسن إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل تنبيه إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه قال ابن رجب رحمه الله في قواعده الجزء الأول مئة ثمانية وعشرين من أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمنه وإن أتلف لدفع أداه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل شروط إباحة المحرم للضرورة واحد وجود الضرورة اثنان أن لا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم ثلاثة أن يكون فعل المحرم مزيلا للضرورة قطعا أربع أن لا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها خمسة أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بالقيد الذي يدفع الضرورة الباب الثالث عشر قال رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم أل تفيد الاستغراق والعموم لجميع المعنى إذا دخلت على لفظ مفرد أو لفظ جمع مثال دخول أل على المفرد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فكل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من السثني وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق ومهر قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقوله إن الإنسان لربه لكنود وقوله إن الإنسان لظلوم كفر كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها دخول أل على أسماء الله وصفاته كلما دخلت أل على اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته وبلغت نهايته ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظما بعض أسماء الله تعالى المتصلة بأل إسم الله الحي القيوم من له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا إسم الله العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم إسم الله الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق إسم الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه إسم الله العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه إسم الله العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد مثال دخول على الجمعة قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم يدخل في هذا الخطاب جميع الناس يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه عموم المؤمنين إنما المسرهون نجس يدخل فيه كل مشرك إن المسلمين والمسلمات يعم هذه الأصناف المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متفق عليه يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي أهم أنواع أل أل التي للجنس هذه لا تفيد التعريف القسم لبيان الحقيقة والماهية مثل واجعلنا من الماء كل شيء ومن أقسامها تكون الاستغراق الجنس حقيقة مثل قوله وخلق الإنسان ضعيفا وتكون الاستغراق الجنس في الجملة كقولك الرجل أقوى من المرأة العهدية هذه التي تفيد التعريف وهي أنواع العهد الذكري بأن يذكر اللفظ منكرا قبل مجيئه معرفا مثل قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول باء العهد الذهني المعنى الذي في ذهن المتكلم والسامع مثل قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار جيم العهد الحضوري كالإشارة إلى شيء حين ذكره معرفا مثل قوله اليوم أكملت لكم دينكم ثلاثة الزائدة لغة وفيها زيادة معنى وهي أقسام ألف حلية تدخل على أسماء العالم فتفيد التعظيم والاحترام مثل الحسن والحسين باء لازمة كالتي تدخل على الأسماء الموصولة الذي والتي والذين والذين والتي إلى آخره جيم غير لازمة تدخل على الكلمات في الشعر ليصح الوزن مثل صددت وطبت النفس يا قيس أي طبت نفس الباب الرابع عشر قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي النكرة تفيد العموم والشمول إذا جاءت في سياق النهي ومن أمثلته لا إله إلا الله نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى باء لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله جيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعم كل شيء دال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس أما إذا جاءت النكرة في سياق النفي فمن أمثلته ألف فلا تدعو مع الله إلها آخر باء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا شامل لكل أحد جيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعم كل شيء قال رحمه الله كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه من أمثلة من قال الله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما وقال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهاض وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له متفق عليه ومن أمثلة ما قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وقال تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص قال رحمه الله ومثله المفرد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية تقدم في الأصول من علم الأصول الصفحة بأواحد وخمسين بيان صيغ العموم السبع فالتراجع الباب الخامس عشر قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع هذه قاعدة عظيمة من حققها تنفتح له أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاجتباه الأحكام إذا تمت شروطها وانتفت موانعها تتم ويترتب عليها مقتضاها أما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاها أعظم الأمثلة التوحيد شروطه واحد القلب إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به اثنان اللسان النطخ بالتوحيد وجميع أقوار الخير متممات له ثلاثة الجوارح انقيادها للعمل بالتوحيد وأعمالها الظلامة والباطنة موانع التوحيد واحد الشرك الشرك الأكبر يبنعه ويبطله بالكلية والشرك الأصغر ينقصه ولا يزيله بالكلية اثنان البدعة ثلاثة المعصية والبدعة والمعصية تنقص التوحيد بحسبها ولا تزيله بالكلية ومن أعظم شروط الأعمال كلها واحد الإخلاص لله اثنان وكونها على السلة ومن الأمثلة كذلك واحد الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه اثنان الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي موطلاتها ثلاثة الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرذ وهو سببه وانتفى عنه مانعه وكذلك انركاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام وليكن هذا الأصل على بالك حكمه في كل دقيق وجليل فللدعاء شروط وموانع حد الشرط والمانع واحد الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أي إذا عدم الشرط عدم المشروط ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة أي عدم صحتها ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلا أو للطواف أو لغير ذلك اثنان المانع وهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب وحقيقته أنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الباب السادس عشر قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله وإن فعل بعضه استحق بقدره يتخرج على هذا مسائل منها واحد الإجارة لا يستحق المؤجر الأجرة حتى يستوفي المستأجر النفع اثنان الجعالة لا يستحق المجعول له الجعالة حتى يفعل العمل ثلاثة سائر الشروط في البيع والنكاح لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بالشروط يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل الباب السابع عشر قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور يتخرج على هذا مسائل منها واحد إما أن يقدر عليه كله فيفعله كله اثنان وإما أن يعجز عنه كله فيسقط عنه فعله كله وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء ثلاثة وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه وهذا ينقسم إلى قسمين ألف العبادة تتجزأ فيفعل ما يقدر عليه منه ويسقط عنه ما لم يقدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه باء العبادة لا تتجزأ فتسقط عنه العبادة كلها مثل الصيام من أمثلة القسم الثالث واحد من عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي اثنان من عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه ثلاثة من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فإن عجز صلى ملتجعا وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه أربعة في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب خمسة أفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها ويستنيب في الباقي ستة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقي لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه الباب الثامن عشر قال رحمه الله وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمنون معنى هذا البيت واحد بالمنطوق أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجيب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة اثنان بالمفهوم ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له من أمثلة ذلك واحد أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه فإن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية المثال الثاني لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى إتلافه لم يضمن لأنه مأذون له من الشارع ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تالف ضمنه المثال الثالث لو وطئ زوجته فعقرها فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه نشأ عن الوطء المأذون فيه وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنها المثال الرابع لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به وإن كان متعديا فيه ضمنه مما يشبه غاذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس اثنان وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية ومما يدخل في هذا واحد أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتيدا فإنه معفو عنه كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعى إنه منافق واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية اثنان بخلاف من قصده متابعت هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال الباب التاسع عشر قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته العلة هي التي شرع الحكم لأجلها والحكم يدور مع علته واحد وجودا إذا وجدت العلة وجد الحكم اثنان وعدما إذا انتفت العلة انتفى الحكم الحكم يدور مع علته نفيا وإثباتا وجودا وعنما يدخل تحت هذه القاعدة واحد المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام اثنان التكليف البلوغ والعقل علق عليه أمور كثيرة منها الوجوب في العبادات فالتمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها ومنها صحة العقود في المعاملات ووجوب القواد في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه الباب العشقون قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكساه فباطلات فعلما الشروط في جميع العقود نوعان واحد الصحيحة كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع وهي شروط لازمة للمتعاقدين إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ ويدخل في هذا ألف جميع الشروط في البيع باء الشروط في النكاح جيم الشروط في الرهون والضمانات دال الشروط في الإجارة والجعالة إثنان الباطلة وهي التي تضمنت إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة فيه ألف البيع باء الإجارة جيم الرهن دال الوقف ها النكاح أنواع الشرط واحد لفظي اثنان عرفي ثلاثة شرعي الشروط تنقسم إلى واحد لازم يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد إثنان زائد يجب الوفاء به بشرط ألا يخالف الشرع الباب الحادي والعشرون قال رهيمه الله تستعمل القرعة عند المبهمي من الحقوق أو لدى التزاحمي القرعة تستعمل إذا واحد جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر اثنان أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها واحد إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر اثنان إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخذ ثلاثة إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسي تخرج المطلقة بالقرعة أربعة إذا أعتق من عبيده مبهما يخرج المعتق بالقرعة والقرعة نوعان واحد مشروعة لتمييز الحقوق أو لإزالة الإبهام اثنان ممنوعة يؤخذ منها الفأل أو يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه الله والمشروع للعبد أن يختار أحد الأمرين فيما يظن أنه أنفع له ثم إذا هم به وقبل أن يفعله يستخير الله تعالى فيه فإن كان خيرا أمضاه الله له وإن كان شرا صرفه الله عنه وهذا هو الذي جاء به الشرع ففي الحديث إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث أخرجه البخاري في الدعاء المعروف الباب الثاني والعشرون قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا معنى القاعدة إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر بعبارة أخرى إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا من أمثلتها واحد إذا دخل المسجد وصل الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزاء عنهما اثنان سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة ثلاثة المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاءه عن طواف القدوم أربعة والقارن يكفيه لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد الباب الثالث والعشرون قال رحيمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل معنى القاعدة هذا هو معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل فالشيء إذا استغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به من أمثلتها واحد الرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن اثنان الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف ثلاثة الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوي لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به أربع الدار المؤجر لا تؤجر حتى تفرغ المدة بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه بعبارة أخرى شغل المشغول لا يجوز بخلاف شغل الفارغ الباب الرابع والعشرون قال رحمه الله ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا من أدى عن غيره دينا واجبا عليه واحد ونوى الرجوع عليه ألف الدين لا يحتاج إلى نية فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه با الدين لا يحتاج إلى نية فلا يؤد عن غيره إلا بإذنه لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته مثاله الزكوات والكفارات ونحوها اثنان ولم ينوي الرجوع عليه فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه من أمثلة القسم الأول واحد جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع اثنان والنفقات الواجبة من الزوجات والمماليك والأقارب والبهائم ثلاثة قضاء الضامن على المضمون عنه أربع قضاء الكفيل ما على المكفول ولو لم يأذن في الضمان ولا الكفالة ولا الأداء تنبيه هذه القاعدة ترجع إلى مسألة النية الباب الخامس والعشرون قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا نكراني الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه فالله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها واحد وازعات طبيعية اثنان ووازعات شرعية فالمحرمات التي تميل إليها النفوس جعل لها عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا والمحرمات التي تنفر منها النفوس لم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها مثل أكل النجاسات والسموم وشربها فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة من رحمة الله عز وجل بعباده أن الإنسان إذا خلي وطبعه الأصلي اختار الأحسن من العقائد والأخلاق والأفعال وسائر الأحوال وهذه الحقيقة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه فينبغي الحذر من الشذود وانقلاب الفطرة ومن من يروج لها وينبغي إيجاد الحلول وتحصين المجتمع الخاتمة قال رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع حمد الله في مبدأ الأمور وختامها واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيارة لفضل الله وكرمه فحمد الله على الأمور يجيب أشياء واحد بركتها اثنان وزكاءها ثلاثة ونماءها أربع وحفظها من الآفات خمسة وكمال الانتفاع بها وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب في الثامن عشر من ذي القعدة سنة ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثين للهجرة وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر